السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم سيد سامير من قناة Easy Grammar انا اتكلم النهاردة عن Unit 1 Part 1 الوحدة الاولى الجزء الاول من المنهج اللي احنا منتظرين وبقالنا كتير ديتا منهج Connected Plus Primary 3 منهج Connected Plus للصف الثالث الابتدائي الوحدة الاولى بعنوان Add the Track يعني في حلبة السباقة او في مدمار السباق يلا بينا Unit 1 At the Track هنبدأ بالهم الكلمات The most important vocab Track مصار او مدمار again Track Sport is Event Sport is Event Athlete دعب ياضي Athlete Different مختلف Different Different Compete ينافس Compete طبعا مش Compete لا Compete المنافسة Competition Competition Race 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 سباق Jump يقفز Jumping القفز Middle Middle Medallia Middle Medallia Medallia Where يرتدي Where طبو الماضي War طبو الماضي يرتدي والماضي War throw throw يلقي يلقي طلقة around حولة around field ملعب او ساحة field lots of كثير من lots of run يجري running القري long jump الوثبة الطويل طبعا هنا في غلطة وسيطة الوثبة به مشيه Long jump okay again track sports event athlete different compete competition competition race jump jumping middle where war throw through around field lots of run running long jump okay نقص نشوف بعد كده look listen and read يعني انظر واستمع واقرأ today we are at the track اليوم نحن في مدمار السباب في حلبة السباب there is a big sportist event you get حدث رياضي كبير lots of athletes from different schools الكثير من اللاعبين الرياضيين من المدارس المختلفة are competing يتنافسون look they are wearing red blue green and black انهم يرتدوا احمر وازرق وافضر واسود there are competitions in running jumping and throwing and throwing يوجد منافسات في الجري والقفز والرمي i'm watching the long jump i think the athlete wearing red will win المتثابق أو اللاعب الرياضي الذي يرتدي الأحمر أو اللاعب الرياضي التي ترتدي الأحمر سوف تفوز أكثر أكثر في القناة هناك ملاد Ribشرة في سنواء ملاد أكثر ملاد رياضيين سوف يكتب رياضي وسرق أنا في المنزل اليوم اصفر مع أمي والم براثة يعني أنا في حدث رياضي مع أمي وفي بعض أثلاث أو أثلاث أو أثلاثة أثليت يعني لاعبين رياضيين ميدلز يعني ماديليات هنختار ايه هتوبى أثليت بعض اللاعبين الرياضيين يقوموا بالجري يعني ايه طوله 800 متر حوالين الملعب هيكون ايه طبعا المسار او المضمار او حلبة السباق اللي هي كلمة track the race or throw is exciting race يعني سباق والثرو يعني يلقي يوبى the race the the athletes are running very quickly يعني اللاعبين الرياضيين بيجروا بسرعة i hope waleed wins throws today i hope waleed ما يكون لو تقدر ترمي الكرة لأبعد مسافة three meters is good place or distance for throwing the ball three meters is a good distance يعني مسافة جيدة for throwing the ball someone measures or competes how far the athletes athletes throw the ball someone measures يعني يقيس طبعا الكلمات دي كلها أنا مجمعها لكم فين في جدول بعد كده that athlete competed or measure in a sportist event and one sportist event and one أتبعي هذا اللاعب أو ذلك الرعب الرياضي competed يعني تنافسة في حدث رياضي سابقة وهي وفاة what is for this event do you like إيه الإه الحداث أو الأحداث الرياضية اللي انت بتحبها أوكي فالأول I like throwing أنا بحب رمي الكرة الولد الثاني I like jumping أنا بحب القفز الولد الثالث I like playing أنا بحب اللاعب طبعا هنا بها كورة والبنت قالت I like reading أنا أحب القراءة ولكن لاحظ شيء مهم جدا أن الفعل like مدبوع بالفعل مضاف ing يعني الفعل like لو جي وراء فعل ثاني الفعل الآخر دوما أو الفعل الثاني دوما بيتحط في ing أو جيروند أوكي you prefer plus ing so وعشان كده قلنا يعني throwing drumming playing reading أوكي شوف بعد كده بعض الكلمات الهامة اللي احنا لسه رينها في القطع السابقة exciting مثير win يفوز quickly سرعة hope يأمل meter متر measure يقيس winner فائز distance مسافة parents والدين ready to جاهز لي warm up محماء record يسجل do exercise يؤدي التمارين high jump الوثب العالي هنا احنا قلنا high jump هناك كانت long jump snack خفيفة month يعني شهر اوكي اجين اقولي كلمات مرة تانية and repeat after me exciting مش exciting مش exciting win quickly hold meter measure winner distance parents ready to warm up record do exercise record do exercise high jump snack a month في الختم اتمنى ان يتقبل الله منا هذا العمل اللهم علمون ينتفعوا به كان معكم مستر سيد سامير من قناة ايزي جرام مرة ان شاء الله الفيديو يعجبكم اتمنى انكم تعملوا لايك للفيديو تعملوا شير كتير تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا درس التنبيهات علشان يصلكم كل جديد اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة من حلقات connect plus للصف الثالث الابتداي باي باي